شاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مصلحة الأرصاد الجوية تحذر ضمن النشرية جوية خاصة عن تساقط أمطار رعدية معتبرة خلال أمسية اليوم إلى غاية فجر يوم الغد على أغلب المناطق الداخلية وكذلك شمال الصحراء يجب أخذ الحيطة والحضر أما بالنسبة ليوم الغد بعد انقشاع الضباب نحو سواحل الغربية الأجوى ستصبح مغاشا جزئيا يبقى تقص شبه رعدي يميز سواحل الوسطى وأشرقية لمنق الرعود احتمال أمطار محلية الخلايا الرعدية تبقى نشيطة خلال الظاهرات تكون مرفوقة بأمطار معتبرة محليا على شكل زخات أحيانا حبات برد وهذا على المرتفعات الداخلية ومنطقة الأوراس بعض الأمطار الرعدية أيضا تكون غير مستبعدة على منطقة السوراء شمال الصحراء والواحات بينما جوء مشمسة إلى مغاشا جزئيا من وسط الصحراء إلى غاية أقصى الجنوب الحرارة خلال ليلة اليوم ستقارب 18 بالعاصمة وعنبا كذلك قسنطينة 19 درجة بوهران 14 درجة بتيارت لن تتعدى 12 درجة بالجلفة 17 بتيزيوزو وبتناز جنوب 19 بشمال الصحراء 20 درجة من بيسكران نحو ورقلا 21 درجة ببشار ترتفع إلى 29 درجة بالصحراء الوسطى إلى غاية أقصى الجنوب بينما ستقارب 23 درجة بمرتفعات الهوغار والتاسيلي الحرارة القصوى خلال ظهيرة الغد لن تتعدى 28 درجة بكل سواحل في حدود 22 درجة بتيارت 27 درجة بتيزيوزو 25 درجة بقسنطينة بينما لن تتعدى 19 فقط بالجلفة والبيض 29 درجة منتظرة بتديمسان في حدود 24 درجة فقط بغردية كذلك الأغواط باتنة أو بيسكرى أقول وحتى بورقلا وحسيم سعود 30 درجة ببشار 33 درجة بالتمنرست 40 درجة ستكون كعالم قياس بصحراء الوسطى إلى غاية أقصى الجنوب فيما يخص الملاحة والصيد البحري اليوم الغد البحر سيكون قليل الاتراب على طول الشريط السحلي رياح ضعيفة إلى معتدلة ضمن تيارات شرقية شمالية